اهلا بكم الى تغطية جديدة من القاهرة الاخبارية نتابع فيها مستجدات الاوضاع في الساحات الدولية والاقليمية المختلفة والبداية بتطورات الانتخابات البريطانية القدر الا بنطاق sim Thipreète انه تسمى الموجه ق defенти بطبعة بق incorontore ما فلما ي prophets؟ المستجنة لا يفعل الجميع أعمل بالعروفهم نرب 31 ستبتك ارتضي العوانية الواء الواء الاب cui هم يورو هم الموتوات الاصفة النهاد廳 الموجودة أظهرت نتائج غير رسمية فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات البرلمانية بأغلبية 410 مقاعد مقابل 131 مقعدا للمحافظين وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن زعيم حزب العمال كيرستارمر سيتولى رئاسة الحكومة البريطانية المقبلة وأشرت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن عدد النواب المحافظين بالبرلمان سيكون الأدنى منذ عام 1830 ويضم البرلمان البريطاني 650 نائبا يمثلون الدوائر الانتخابية والمناطق المحلية سيطر عليها حزب العمال الذي ينتمي إلى يصار الوسط لينهي سلطة حزب المحافظين بعد قضاء 14 عاما بالسلطة في ظل خمسة رؤساء وزراء مختلفين توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع الانتخاب 650 نائبا في الانتخابات التشريعية مجلسي العموم ما يجعل بريطانيا على عتبة تحول سياسي كبير ويواجه حزب المحافظين خطر إنهاء 14 عاما من حكمه في ظل تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي بفارق كبير في ظل الساحة السياسية البريطانية المتقلبة والمشحونة بالتحديات تتصارع الأحزاب السياسية الرئيسية حزب العمال وحزب المحافظين في الانتخابات العامة المبكرة في مشهد يعكس تنافسا حادا وقضايا ذات أهمية ثراتيجية بالغة الخلافات في السياسات بين حزب العمال والمحافظين البريطانيين تعكس اختلافات أساسية في الرؤى السياسية والاقتصادية التي تؤثر على توجهات الحكومة وأولوياتها فحزب العمال بزعامة كيرستيرمر ينادي بزيارة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل العام حيث يؤيد سياسات توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتخفيف الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وفي المقابل يتبنى حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ريشي صناك سياسات تقشفية تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص كوسيلة لتعزيز الاقتصاد حيث يركز على تقليل الدين العام وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية من خلال خفض الإنفاق غير الضروري سياسات حزب العمال ترتكز على زيارة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة لتمويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحد من الفجوات الاجتماعية فيما يتبنى حزب المحافظين سياسة خفض الضرائب وتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة مواتية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات أهداف حزب العمال تتمحور في تعزيز حقوق العمال والمساواة الاجتماعية فضلاً عن دعم التشريعات البيئية والتصدي لتغير المناخ بإجراءات قوية فيما يركز حزب المحافظين على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة دون إضعاف الاقتصاد أما فيما يخص السياسات الخارجية يدعم حزب العمال تعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي والمساعدة على حل النزاعات الدولية بشكل سلمي وبناء بينما يركز المحافظون على الدفاع عن مصالح المملكة المتحدة وتعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين والتأكيد على الأمن القومي ومع تقدم المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي فإن خضوض حزب العمال الآن تعتمد على استجابة الناخبين لوعوده بتحسين جودة حياة البريطانيين والتصويت العقابي شخطاً من المحافظين إذ يبدو أن البريطانيين يشعرون بالملل من حكم حزب المحافظين الذي انتدى لنحو 14 عاماً فسياسة التقشف وخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطة طرحل الناجئين إلى الرواندا فضلاً عن النزاعات الداخلية خالقوا أزمات للسياسة العامة للمملكة المتحدة للمزيد ينضم إينا من لندن زيد العيسى الكاتب والباحث السياسي أهلاً بك سيد زيد وأبدأ معك بهذا السؤال ماذا يعني وصول حزب العمال إلى سدة الحكم والقضاء على 14 عاماً من عمل المحافظين يعتبر هذا زلزال كبير وضربة مدوية لحزب المحافظين الذي كان يمتلك أغلبية 80 مقعد نرى اليوم أن التاريخ يعاد صياغته ويعاد كتابته أغلبية كبيرة جداً ما يسمى ويطلق عليه بأغلبية كبرى أكثر من 170 صوت ما خسره المحافظون 241 صوت وما كسبه حزب العمال 209 أصوات أي أنها عملية كما سميت وكما أشارت استطلاعة الرأي حتى قبل انطلاق الانتخابات ومع مرور فترة الحملة الانتخابية من 6 أسابيع بقيت استطلاعة الرأي لم تتزحسح ورأينا اعتراف من وزيرين من الكابنة الوزارية قبل ليلة من الذهاب إلى التصويت وهم وزير النقل القريب جداً من رشي سونك وكذلك وزير الشؤون لندة الشمالية بأن استطلاعة الرأي تبدو صحيحة ونحن مقبلين على أغلبية كبرى لحزب العمال ويجب التركيز على المعارضة أي أن استراتيجية اليائسة التي تبعد في الناي من قبل رشي سونك ومن قبل أغضاء كابنته كان تركيز تحفيز المناخبين على الخروج والتصويت لهم حتى تكون هناك معارضة ذات مستقية وما نراه اليوم هي معارضة تتكون من 131 صوت والخسارة الكبرى التي سوف تتبعها لخسارة أسماء كبرى لا معاقل قد تكون هي المؤاهلة لقيادة حزب المحافظين والحد الآن هناك خوف كبير على جراند شابس وزير الدفاع حتى على جاريمي هونت هناك ستيف بيكر من أسماء وحتى فني مودنة التي كانت المنافسة لريشي سونك ممكن أن تسقط أي أن الخسارة المدوية الاستراتيجية التي تبعها سونك كان يتبع ما استعملوا حزب المحافظين عام 1992 أي التخويف والترهيب من رفع الضرائب من قبل حزب العمال استخدمها ريشي سونك واستمر في التأكيد عليها ولكن حملته تعرضت للانتكاسات من هذه بسبب تركه الاحتفالات دي دي وكذلك الدخول نايجر فراد شخصيا الذي يمثل حزب الإصلاح هذه انتكاسة كبرى بحيث أن أحد العوامل الأساسية لانتزاع كثير من المصوطين من حزب المحافظين هو حزب الإصلاح الذي يقوده نايجل فراج وكذلك خسارة حزب المحافظين لسكوتلندا بحيث تقريبا أصواتهم انتهت في اسكوتلندا وكذلك الخاسر هو الحزب الوطني السكوتلندي والفائز الثاني بعد حزب العمال هو حزب الديمقراطيين الأحرار الذين انتزعوا أصوات حزب المحافظين فيما يسمى بالحائط الأزرق أي المناطق في جنوب غرب بريطانيا والتي دائما كانت تصوت لحزب المحافظين وهي قلاع لحزب المحافظين عفوا سيد زيد ربما هذه النقطة التي تتفضل بها حضرتك الآن هي ما تدفعني إلى السؤال ما الذي جعل الناخب البريطاني يتحول عن المحافظين ويتجه إلى حزب العمال ما الذي تغير في سياسات المحافظين الذي تغير أن ريشي سونك أوقع نفسه في المأزق بأنه وضع خمس اختبارات وقال للناخبين امتحنوني وذلك عندما استلم السلطة في 2022 وأول هذه هي تغفيض التضخم بالفعل نجح في هذه وكذلك إخراج الاقتصاد من الركود ولا زال الاقتصاد يعامي أي النمو بطيء جدا تغفيض الدين العام وفشل في ذلك فشل ذريع الدين العام ارتفع تقليل فترات الانتظار لقطاع الخدمة الصحية بحيث أصبح عندنا أكثر من سمع ونص ينتظرون دورهم الخسارة الكبرى كذلك وقف اللاجئين خير الشرعين الذين يدخلون بلطانيا عن طريق القوارب هو وعد بذلك ووعد بترحيلهم إلى رواندا وهي مسألة مكلفة جدا وقال هذا هو الرادع الذي سوف يعمل لحد الآن لم تقلع طائرة واحدة خير طائرة براكب واحد كل هذه اعتبرت مسائل فشل وكذلك الصراع الداخلي الذي استمر بين ريشي سونك وعضاء حزبه اليوم حتى بعد نتأجي الانتقابات رأينا هذا الصراع الصراع يتأجج برة أخرى بين ستيف بيكر الذي يريد رشح نفسه وبين جايكوب ريسمونغ الذي يدعم بوريس جونسون أي أن هذا الصراع هو الذي سلب ريشي سونك الورقة الأساسية التي كان يمتلكها وهي ورقة وعادة الاستقرار والهدوء إلى الاقتصال لم ينجز هذه الأشياء بالإضافة إلى الفضاحة الكبرى التي من 14 سنة وخاصة في عهد بوريس جونسون وثم الانتكاسة الاقتصادية في عهد بليتسترس بحيث أن الاقتصاد يعاني من ارتفاع سعر الفوائد على العقار بوريس جونسون وفضاء الحفلات التي كانت في وقت الكورونا في وقت كورونا والآن فضيحة المراهنات أي أن ريشي سونك لحد الآن لم يتعلم اثنين من نوابه اشتركوا في الرهان على يوم الانتخابات وهذا سر لم يعرفه أحد إلا المقربين ثلاثة من المسؤولين كبار ومنهم رئيس الحملة الانتخابية المتزوج من إحدى النعبات كذلك ذهب إلى أن يراهن على هذا اليوم أي أن الفساد مستمر ولم يقف في وجهه بقوة يظهر قيادته القوية ريشي سونك في هذا الموضوع لكن هل من الصواب سيد زيد أن نقول أن ريشي سونك بشكل أو بآخر حسب على بعض الفواتير التي تركتها له ليسترس هل من الصائب أن نقول هذا لا بالطبع هي مسألة 14 سنة حاول ريشي سونك في البداية أن يعتبر نفسه مرشح التخير وحاول أن يربط نفسه بعمار مارغيث ثاتر ولكنه أخطأ كذلك عندما عاد ديفيد كامرين كيف تقول أنك مرشح التغيير وأنك تنتقد بقية السياسين ويجب أن لا ننسى خمس رؤساء وزراء منذ 2014 منذ سبع سنوات تغيروا هؤلاء خمس رؤساء وزراء هو الذي جاء جاء بدايفيد كامرين أي رئيس وزراء سابق فلا يستطيع أن يدعي أنه التغيير حاول أن يطرح نفسه بأنه مسؤول عن الاستقرار ومثل ما ذكرت لك الصراعات لم تنتهي في حزب المحافظين وحاول أن يطرح نفسه بأنه صريح مع الناس وذلك بتخفيف السياسة المتجهة نحو الاقتصاد الأخضر وهذه كذلك متبعة من حزب العمال ولكن يجب أن لا ننسى التغيير الهائل الذي قام به كيرسان رئيس حزب العمال في حزب العمال تغيير جذري وأساسي في فترة قياسية تاريخية أربع سنوات ونص خيره ووضعه كذلك كما يقول أنه لخدمة الشعب وليس لخدمة الحزب ومسألة التغيير أربع طعام السنة هذه مسألة أساسية بعد أربع طعام السنة وعدم وتجيل كل هذا الفشل أي أن الشعب يريد أن يرى بديلا بديلا مواقعيا ذات جدية وكيرستاربر استطاع خلال أربع سنوات النص أن يسيطر على الحزب ورأينا الحملة الانتخابية لكيرستاربر منضبطة حذرة تقيقة سادها جو من التطمين السياسات كلها تم حساب ميزانيتها وكذلك موارد التمويل بينما التجاه ريشي سونك إلى مسألة مهاجمة كيرستاربر مهاجمة حزب العمال متهما بزيادة الضرائب وهو التجاه إلى خفض الضرائب وهنا التهم هو بأنه يقوم بخفض الضرائب بدون أن يقدم دليلا أو يقدم من أين يأتي هذا التمويل أي أنها عملية محاسبة دقيقة لريشي سونك لأرباطع السنة وذكرت في المناظرات كذلك شراسة ريشي سونك في الهجوم على كيرستاربر لأنه كان يعرف مسبقا بأنه خطأ فضيع ما قام به وهو استعجل الانتخابات وأسباب استعجاله للانتخابات هل كان رهانا كلها تتوقع رهانا خاطئا وقاتلا لأنه كانت كل التوقعات تقول أنه سوف يذهب في فصل الخريف وهذه من 1945 أول مرة نجد ذهاب الانتخابات في فصل جولاي هو استعجل لأن النتائج الاقتصادية غير مضمونة فكان يتوقع أن ما أنجزه من ناحية التضخم ممكن أن ينعكس خصوصا في فترة الشتاء والخريف حيث تزداد تكلفة التدفع وتزداد أسعار الغذاء فيزداد التضخم والنمو الاقتصادي قد يتأخر ولكن كذلك سبب مهم جدا هو كان يخاف من حزب الإصلاح وكذلك نايجل فراج فأراد أن يفاجئهم على حين غر من أمرهم قبل أن يرتبوا أوراقهم وكان عنصر المفاجئة في البداية لصالحه ولكن حزب نايجل فراج رتب أموره وهو مادر إلى قيادة هذا الحزب وكان كذلك ريشي سونك نقطة مهمة جدا يخشى الانقلاب الداخلي أي كان دائما مهددا خصوصا أن استطلاعات الرأي كانت متحققة على الأرض فقد خسر الانتخابات المحلية هذه السنة والسنة قبلها بنفس تقريبا النسبة خسر كل الانتخابات التكملية التي خاضها خسر كثير من نواب حزب المحافظين الذين كان هناك نزو حائل قبل باع لأنه الانتخابات تقريبا أكثر من 78 نائب تركوا وهجروا الحزب خوفا من السقوط المدوي وخصوصا انتقال بعض النواب أصلا من حزب المحافظين وهذه السابقة قبل الانتخابات تقريبا اثنين ويوم الانتخابات ثالث هذه كلها تشير إلى أن ريشي سونك كان يعلم يعلم بأنه قد يواجه مشاكل أكبر في المستقبل إذا أجل هذه الانتخابات ولكنه بالنظر إلى النتيجة الآن نجد أنه بالفعل قد تسرع وربما لو انتظر أكثر كان من مفيد له أن ينتظر ربما الظروف تتحسن ولكن المفاجأة الآن أصبحت حقيقة صحيح هذا هو استطلاع خروج ولكن دائما في بريطانيا استطلاعات الخروج يكون فيها همش الخطأ قليل جدا بحيث أنه الآن النتيجة باتت شبه مؤكدة لأنها قريبة جدا من كل الاستطلاعات الرأي كما ذكرت قبل الانتخابات وفي خلال الانتخابات لم نرى هذه السابقة أن استطلاعات الرأي تبقى بدون أي تزحزح وبدون أي تغير خلال عملية انتخابية طويلة ستة أسابيع من النقاشات ومن المناظرات وظلت استطلاعات الرأي تظهر بأن هذه الفجوة لن تزول ولم تزول لأنه لا توجد هناك قناعة لفترة خامسة دعني أضيف هذه النقطة في التاريخ البريطاني من يراجعه يجد أن كل الأحزاب فازت بأربع فترات متلاحقة لم يحدث في تاريخ بريطانيا أن فاز حزب خمس مرات متلاحقة هذا كان تحدي تاريخي كبير على ريشي سونك ولا ننسى اليوم بعض من سمعتهم مثل جايكا بريس المؤيدين لبوريس جونسون يقول أن ريشي سونك تأخر في الذهاب للانتخابات لأنه حكم تقريبا سنتين بدون أن يكون له تخويل أنه حكم باستمرارية باستخدام التخويل الذي حصل عليه بوريس جونسون أي أن هناك صراع خفيف في داخل حزب المحافظين بأنه تحميل ريشي سونك مسئولية للانقلاب الذي قاده وأسقط بوريس جونسون ورأينا أن بوريس جونسون ابتعد عن كل عملية الحملة الانتخابية وعندما يأس حزب المحافظين كان في آخر ليلة ظهر بوريس جونسون ليحفز الجماهير ويقول لهم عليكم بتجنب الانتصار الكاسح أو الأغلبية التي يسمى سوبر ماجوريتي أي الأغلبية العظمى لأن أي عملية دموقراطية سوف تقفد المستاقية مع فقدان وجود معارضة قوية فاعلة وهذا بالفعل ما نراه اليوم المعارضة ضعيفة مهشمة مع وجود أغلبية من 170 نائب إذا تحققت النتيجة وهذا احتمال كبير جدا نعم وربما يعني في ذات السياق سيد زيد يعني لو نعود إلى التاريخ يعني منذ تأسيس حزب العمال في عام 1900 تقريبا بزعمة كير هاردي الآن نجد عودة لذاتي الاسم مرة أخرى هو السير كيرستارمر فبرأيك هل سوف يكون هناك تغير جذري في التعاطي مع السياسة الخارجية التي كان ينتهجها حزب المحافظين هذا سؤال مهم جدا وصعب التنبؤ به لأننا خلال عملية التغيير التي يتحدث عنها كيرستارمر من ناحية السياسة الخارجية هو عمل جاهدا على أن يلتحم ويلتصق ولا يختلف مع المحافظين كل مواقفه كانت مؤيدة بالكامل تقريبا مع السياسة الخارجية للمحافظين هو ابتعد عن المحافظين في مسألة غزة بعد حدوث تمرد تمرد كبير في حزب العمال 59 حين قال أنه سوف يعترش بالدولة الفلسطينية حين يصل لسلدة الحكم لا نحن نتحدث عن موقف إطلاق النار كان ينفض مسألة وقف إطلاق النار الإنساني وكان دائما يتحدث مثل ريشي سونك عن مسألة هدنة مؤقتة وهذه الهدنة المؤقتة تؤدي وقف إطلاق النار مستدام وبعد ذلك تتم المحادثة للشروع في الذهاب إلى وقف إطلاق النار داعم تطابق في الموقف بين كيرستارمر وريشي سونك إلى أن حدث هذا التمرد 59 نائب منهم 10 قيادين استقالوا أو هو أقلهم لكن في شهر فبراير عندما هدد بتمرد أكبر من قبل حزب العمال عندما طرح الحزب الوطني بسكوتلندي مسألة أساسية وهي التسويق الحر على مسألة وقف إطلاق النار هنا تعثر كيرستارمر وأراد تجنب هذا التمرد فطرح هو بنفسه تعديل على مشروع القانون أقر فيه ودع حسبه على التوجه نحو وقف إطلاق نار سماه إنساني فوري وكانت هي هذه النقطة الخلافية التي حدث الاختلاف الذي حدث بينه وبين ريشي سونك في شهر فبراير بينما من ناحية السياسة الخارجية في اليوكرين والحرب مع روسيا هو موقفه لحد الآن مطابق تقريبا مع موقف ريشي سونك وأستطيع أن أقول لك هناك نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها إن توني بلير عندما فاز ضد المحافظين لم يختلف توجهه عن توجه المحافظين بل هو كان من أشد المؤيدين ووقف مع أمريكا في مسألة غزو العراق واجتياح العراق بل إنه كان الحليف الوحيد الذي بقى مع بوش وانتقد خلالها وكان هناك تحقيق انتقده لوقوفه مع بوش ولكن حد الآن ممكن أن تتغير طريقة طرح السياسات أو طريقة تقديمها طريقة الصياغة دعنا نقول مثلا طريقة التقديم طريقة التغليف كيف تغلف طريقة التعامل ربما نجد أكثر ليون ولكن جذريا أنا في اعتقادي أنه من الصعب في هذه المرحلة من الصعب أن يكون هناك تغير أساسي وجوهري وابتعاد عن السياسة الأمريكية في المواضيع الأساسية والمهمة وكيفية التعامل مع الحرب الروسية اليوكرانية وكذلك مع الحرب في غزة لا أرى أن هناك تبدلا سريعا بل ربما هناك فقط مظاهر وتغليف فقط جديد وتعبئ جديد ولكن الجوهر سوف يبقى تقريبا نفسه هذا إلى أن تتمكن الحكومة من الوقوف على أقدامها والتعامل مع المسألة الأساسية وهي المسألة الاقتصادية المسألة التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي لأن المؤسسات المالية المستقلة هنا تقول أي حكومة تستلم سوف توجه صعوبات وتحديات مالية لأن الدين العام هائل الطلبات والخدمات العامة تقريبا منهارة مثل قطاع الصحة العامة يحتاج إلى بناء سريع يحتاج المواطنين إلى أن يروا مصداقية لطروحات كيرستارمر وأعتقد أن المسألة الداخلية والمسألة الداخلية الجوهرية الاقتصادية سوف تأخذ حيزا كبيرا من طروحات كيرستارمر نعم ربما أيضا تحدث بعض المغردين حين تمت تداول هذه الأخبار عن الفوز المحتمل شبه الوشيك للعمال تحدث بعض المغردين عن استدعاء قصير للذاكرة في عام 2014 حين كان هناك حديث عن دعوة للاستفتاء لاستقلال اسكتلندا ونحن نعلم جميعا أن من ضمن الأحزاب الفاعلة في الانتخابات الحالية كان حزب العمال الاسكتلندي بالإضافة لألويلزي أيضا فطرح البعض تساؤلا هل مع تولي حزب العمال الآن هل ربما تتغير بعض الأمور مثل السماع للمطالبات التي كانت تتحدث عن العودة إلى الحضن الأوروبي مرة أخرى أو حتى عن السماح بانفصال بعض المقاطعات أو بعض المدن كما حدث في الحكومات السابقة أن الأمر حتى داخليا لن تتغير هذه السياسة أبدا لن يحدث أي تغيير وهذه من السياسات الواضحة والعلنية لحزب العمال أي أنه ضد استقلال اسكتلندا ودعني أضيف إلى ذلك إذا كانت استطاع الخروج صحيحا انتكاسة كبرى للحزب الوطني السكتلندي الذي كان الحزب الثالث من ناحية عدد المقاعد في مجلس العموم الآن هو يمتلك فقط عشر مقاعد أي حسب هذا الاستطاع الحزب الثالث هو الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الرابع هو حزب ريفوم يوكي أي الإصلاح بريطانيا وبعدها انتكاسة كبرى وهزيمة منكرة لحزب الوطني السكتلندي وهذا سوف يضعف مطالبته بالاستقلال لأنه كان دائما يربط قوته وعدد المقاعد التي يمتلكها خاصة في مجلس العموم كان هو الحزب الثالث يربطها بأن هذا تأييد شعبي واستفتاء شعبي من داخل اسكتلندا للمسألة الأساسية والطلب الأساسي الذي يرفعه وهي مسألة استفتاء ثاني مع هذه الزيمة منكرة هذه المسألة سوف تسقط لفترة طويلة لحين يستطيع الحزب الوطني السكتلندي استعادة أنفاسه وخصوصا أن الهزيمة جاءت كذلك ليس أسباب أن حزب العمال تفوق عليه ولكن الأسباب القيادة التي كانت تقود الحزب الوطني السكتلندي وهي نيكلة ستارجين وزوجها تعرضوا للتحقيق تم القبض على زوج نيكلة ستارجين وهذه السيدة القوية التي كانت تطالب بالاستفتاء بتهمة اختلاس الأموال وجاء بعده حمزة يوسف الذي كذلك انهار تحالفه مع حزب الخضر فالمسألة في جوراه هو انهيار هذا الحزب داخليا مع اتهامه كذلك بأنه كان يمتلك معظم مفاتيح السلطة في داخل اسكتلندا وفشل في قطاع الخدمة الصحية المهم بحيث أن بياناته هي الأسوأ في داخل بريطانيا نعم ربما أيضا سيد زيد يعني نستفيد كثيرا في هذه النقطة وفي هذا الملف حين يتم الإعلان النهائي والرسمي عن فوز حزب العمال إن صدقت هذه التربؤات الغير رسمية حتى الآن وحتى تلك الساعة نشكرك من لندن سيد زيد العيسى الكاتب والباحث السياسي والآن مع تطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن ترى فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين وقال المسؤول الأمريكي أن حماس تبنت تعديلات كثيرة في موقفها تسمح بتحريك المفاوضات للأمام وتوفير أساس لإبرام اتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة وأشار إلى أن وفدا أمريكيا سيشارك في المحادثات بين إسرائيل وحماس موضحا أن القضايا العالقة في المفاوضات تتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق الذي من غير المرجح التوصل إليه خلال أيام أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر إرسال وفد لمؤصلة المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أكد لبايدن هاتفيا أن تل أبيب لن تنهي الحرب في غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الموساد سيقود وفد المحادثات مشيرة إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للتبادل فيما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع أعلن البيت الأبيض ترحيب الرئيس جو بايدن بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالسماح للمفاوضين الإسرائيليين بالتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأوضح البيت الأبيض أن بايدن ونيتنياهو ناقش رد حماس الأخير على مقترح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين على أن ينعقد اجتماع بين فريقي الأمن القومي للبلدين في الخامس عشر من يوليو الجاري نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أنهم يريدون الاستفادة من رد حماس الإيجابي على المقترح الأخير لسد الفجوات والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن رد حماس يمثل تقدما كبيرا ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تفصيلا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق وهو ما سيكون إنجازا كبيرا للإدارة الأمريكية في ظل الانتقادات التي طالت الرئيس جو بايدن بعد مناظرته مع منافسه في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب للمزيد من المتابعة ينضم إينا من واشنطن باسم أبو سمية الكاتب والبحث السياسي أهلا بك سيد باسم في هذه الأيام نرى تصاعدا وتداولا كبيرا في داخل الأروقة الأمريكية عن الضغط من أجل التوصل إلى هدنة وصفقة لتبادل المحتجزين لكن بوتيرة أسرع وأكبر من جميع الأيام الماضية فكيف تقرأ هذا الأمر سيد باسم تحياتي لك أستاذ محمد يعني اسمح لي أن أقول وأنا لا أريد أن أشيع أجواء من العملية الإحباط في أوساط الجمهور ولكن جميع ما ذكر من تصريحات وأقوال سواء على لسان الرئيس الأمريكي بايدن لم يستطع أن يبدد ظلال الشك المسيطرة على الأمل الذي قيل في الأيام الماضية عن اتفاق تبادل لإنهاء الحرب في غزة لماذا؟ لأن نتنياهو كما تعلم ويعلم الجميع يتمتع بمواهب عديدة من المماطلة والهروب إلى الأمام وهو يعني يقول تارة أنه يريد استكمال الحرب ويريد إرسال وفد للتفاوض وهذه التناقضات هي التي يتكأ عليها نتنياهو في الرد سواء على نتنياهو أو حتى على الدول الوسيطة سواء مصر أو قطر ولكن يعني مناقشة بايدن لنتنياهو حول بنود رد حماس لا تعني شيء في النهاية لأنه عمليا نتنياهو كما قلنا هو الذي يصر على المماطلة أعتقد أنه من يريد أن يحل هذه المشكلة لا يصادق على مصادرة 13 كيلو متر مربع من مساحة الأراضي في منطقة على الحدود بين فلسطين والأردن وهي التي تعتبر السلة الغذائية التي هناك مليئة بالمساطنات والتي تعتبر السد الفاصل بين إسرائيل والأردن هذه المسألة إضافة إلى أن هناك كان إعلان عن تحالق الجناح اليمين المعارض الذي يقوده اليهود الروسي أفكدار ليبرمن مع اتلاف اليمين لتمرير مشروع قرار يعارض بشدة فكرة قيام دولة فلسطينية بدعوة أن قيام هذه الدولة يشكل خطر وجودي على إسرائيل إذا كان هذا هو الموقف لدى نتنياهو والأشخاص أو الوزراء اليمينيين الذين يشاركونها لإتلاف الحكومي فأين هي الفرصة لتحقيق اتفاق ينهي الحرب وربما يعيد الأسرى والرهائل إذا كان هذا الأمر فإنه أعلنت نتنياهو أن يتحمل تبعات حالة المماطلة والرفض لأن أولى تبعاتها كما تعلم هي التضحية برهائن الموجودين عند حماس لأن تجدد الحرب في هذه الحالة قد يحمل تبعات كثيرة ليس على مستوى فقط قطاع غزة وإسرائيل وإنما على دول الإقليم نعم وربما استنادا لما تتفضل به حضرتك الآن سيد باسم وفي ضوء الخبر الذي تناولناه منذ قليل نتنياهو في حديث مع الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تحدث عن إرسال وفد للتفاوض بقيادة رئيس الموساد ولكن في ذات الخبر بعدها بسطرين قال أننا لن نخرج من غزة حتى نحقق جميع الأهداف أيهما يريد نتنياهو؟ التفاوض أم استمرار الحرب؟ هو يريد الإمساك بالعصاب المنتصف يعني هو يريد هذه ويريد تلك هو يريد الإدعاء بأنه يوافق على إرسال وفود وأنه ربما يعني يشكل إظهار التفتح يعني إذا أردنا أن نقول ربما وبالتالي هو يعني أعلن أكثر من مرة موقفه الثابت بأنه سيواصل الحرب حتى النهاية لتحقيق الأهداف التي لم يستطع أن يحققها خلال الأشهر الطويلة الماضية وبالتالي هو يماطل هو لا يريد إنهاء الحرب هو يريد أن تستمر الحرب ربما إذا حتى على الأقل حتى ربما تقترب موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس نوفمبر لأنه هو يتعامل بسوء نوايا حتى تجاه بايدن ولذلك أعتقد أن بايدن يدرك ذلك ولكنه هو يريد أن يعني يلقي مزيدا من الإضاءة على شخصية مختلفة لنتينياهو يعني عشية وصوله إلى لإلقاء خطاب في الكونجرس في الرابع والعشرين من يوليو الحالي وربما أنه يكون هناك أيضا لقاء بينه وبين بايدن وبالتالي هو يريد أن يحسن صورة ناتينياهو التي ترفض أن يحدث عليها أي تحسين كما واضح تماما من خلال مسلكية وتصريحات ناتينياهو نعم وربما يعني من باب الأولوية سيد باسم قبل أن نتحدث عن هدنة أو عن إطلاق لصراح المحتجزين أو غير ذلك ابتداء هل تم تداول أو تمت مناقشة اليوم التالي للحرب التي هي أساس حل وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة هذا بالفعل هو السؤال المهم ربما ليس الأهم ولكن المهم حتى إذا ما انتهت الحرب سواء لا حد يعلم متى ولكن لم يستطع أو لم يريد ناتينياهو أن يقدم للولايات المتحدة رغم أنه طالبته في العديد من المرات أن يقدم خطة لما بعد في اليوم التالي للحرب لم رفض تماما تقديم هذه الحرب حتى أنه في أحد المرات عندما سافر وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن ربما في الأسبوعين الأخيرين طالبته الإدارة الأمريكية بتقديم خطة ولكنه لم يستطع إلا تقديم خطوط عريضة هذه المسألة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب يحتاج إلى دراسة مستفيضة ويحتاج إلى خطة سواء من إعادة المهجرين أو إعمار القطاع الذي يحتاجه ربما إلى سنوات طويلة لإعادة إعمار وربما حتى إزالة أنقاض المباني المهدمة لأنه كما تعلم حضرتك أنه 90% من قطاع غزة الآن غير صالح للسكن وغير صالح للمعيشة وبالتالي إعادة إعمار هذه المسألة يعني تحتاج إلى جهود طويلة يحتاج إلى دعم مادي يحتاج إلى موافقة ويحتاج إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وأنه ليس فقط تواجدها على الحدود بين فلسطين ومصر لأنه هذه لا تعني شيء في نهاية الأمر يعني على إذا أرادت الإسرائيل وانتنياهو طبعا لا يريد لأنه يريد كما تعلم يريد إطالة أمد الحرب للبقاء في سدة الحكم وحتى لا يعرض نفسه للمسألة القانونية وبالتالي المسألة هنا يعني بحاجة إلى موقف أمريكي أكثر وضوحا يعني عمليا أن يكون شيء موقف حاسم حاسم من قبل نتنياهو من بايدن ولكن بما أنه بايدن الآن في حالة يعني أسوأ حالات الضعف سواء من الناحية الذهنية أو حتى الشعبية التي تضاء اليوما بعد يوم لأنه بعد كما تعلم اللقاء الذي حصل بينه وبين ترامب في المناظرة في الخميس قبل الماضي وبالتالي المسألة هنا أكثر تعقيدا لأنه رئيس ضعيف ذهنيا وإداريا ومن جميع النواحي يواجه شخص عمليا مماطل وتمتع بلا الحنكة والخبث الذي لا يمكن تمتع به بايدن نعم وربما أيضا يعني سيد باسم يعني هذه النقطة تحديدا لها الكثير من المداخل ولكثير من المباحث التي ربما يعني نتناولها باستفادة شديدة لكن حين يعني تتضح الصورة بشكل كامل في الداخل الأمريكي وحتى ذلك الوقت وحتى ذلك الحين أشكرك من واشنطن سيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي شكرا لك قال وزير الدفاع الإسرائيلي وعف جالنت إن تلبيب صارت أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرة والمحتجزين مع حركة حماس ووصفت وسائل وإعلام إسرائيلية تصريحات جالنت بأنها لم تصدر من قبل عن مسؤول إسرائيلي ما يشير إلى تغيير في عقلية بعض المسؤولين ميدانيا أعرن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط أصيب في معارك سابقة بحي شجاعية وإصابة 17 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وأشار جيش الاحتلال إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الحرب على غزة إلى أربعة آلاف وستة وستين عسكريا من بينهم ألفان وتسعة وستون أصيبوا خلال العملية البرية سقط عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في كمين محكم أعدته فصائل فلسطينية لقوة إسرائيلية واشتبكت معها وأوقعت أفرادها في حي الشجاعية بمدينة غزة وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أنها رصدت هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى لإسرائيليين لافتة إلى استدراج قوة إسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع وإيقاع أفرادها جميعا قتلى استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة وتواصل قوات الاحتلال قصفها على كثير من المناطق في القطاع ما يتسبب في استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل بعدها إلى المستشفيات ثمانية وخمسون شهيدا ومئة وتسعة وسبعين مصابا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وأيضا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى على القطاع إلى ثمانية وثلاثين ألفا وأحد عشر شهيدا وإلى جانب سبعة وثمانين ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها مؤكدة إيقاف العمل في بعض أقسامه وناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات المعنية والأمامية والإنسانية كافة لضرورة وسرعة التدخل من أجل توفير الوقود لتشغيل هذه المولدات للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أهلا بك دكتور صلاح منذ أيام مضت والمؤسسات الطبية وخاصة المجمع ناصر الطبي ينادي ويستغيث بأن ما يكفي من مخزون لتشغيل مولدات الكهرباء والأكسوجين كذلك أوشكوا على النفاد أيام وأيام والهيئة وهذا المجمع يتحدث ويتحدث ولا أحد من المجتمع الدولي ينادي ونحن جميعا نعلم وأنت تعلم بشكل مستفيد دكتور صلاح أن ما هو المصير المحتوم للمصابين والمعالجين داخل هذا المجمع الطبي إذا ما تم استنفاذ الكهرباء والأكسوجين ما الذي يفترض على الفلسطينيين عزلا مواطنين أو حتى مصابين في هذه المستشفى أو في غيرها ما الذي يفترض بهم عمله في ظل هذا الصمت الدولي بداية صباح الخير أخي محمد والجمهور المشاهدين والسلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل بالجرحة والحرية للأسرة وسلام إلى أهلنا في داخل قطاع غزل الذين يتعرضون لجريمة الإبادة الجمعية المستمرة والمتواصلة للشهر العاشر الآن نقرب من الشهر العاشر ولليوم المتين واثنين وسبعين على التوالي ونعم كما ذكرت على ما يبدو أن هناك اتيات لدى المجتمع الدولي على المشهد وخذلان إنساني غير مسبوق لترك الفلسطينيين لمواجهة مصيرهم في جريمة الإبادة الجماعية على يد أعتافاشية صهيونية في التاريش الإنساني تمارس ما تشاء من قتل وتدمير ومجازر وارتهاب دولة منظمة وعنصرية غير عابئة بكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية وكل النداءات الدولية وحتى أنها كما ذكرت تمنع الحد الأدنى من مستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولدات المشافية التي بقت تعمل في داخل قطاع غزة وهي مستشفيين من أصل 36 مستشفى بعدها نخرجت 34 مستشفى عن الخدمة وآخرها مستشفى الغزة الأوروبي الذي تعرضت المنطقة إلى طلبات إخلاء وأجبر العاملين في المستشفى على إخلاء هذا المستشفى ونقل بعض المعدات إلى مستشفى ناصر الطبي وفي ضل كثافة النازحين في مدينة خنيونس ومخيم خنيونس بات هذا المستشفى يحتاج إلى دعم بكل ما يلزم ضمان تشغيله لضمان معالجة الجرحة والمرضى الذين بات جزء منهم يتوفى جراء نقص المعدات الطبية ونقص الأجذة الطبية والمستلزمات الطبية ونقص الكادر الطبي والضغط الكبير على الخدمات الطبية وهذا الأمر بات معلوما لدى جميع الجهات التولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية دولة الاحتلال لا تزال تستخدم سلاح التجويع وسلاح التعطيش وسلاح أيضا المنع من كل مستلزمات الحياة للقطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الطبي الذي تستمر في تدميره وقتل العاملين فيه وعدى عن أيضا منع دخول الارساليات الدوائية إليه وهذا ينظر بوفاة أعداد كبيرة من المرضى والجرحة ولا ننسى أن هناك أكثر من 20 ألف مصاب يحتاجون إلى خدمات طبية هي غير متحققة في قطاع غزة ويحتاجون إلى السفر وأكثر من 10 ألف مريض بالسرطان وأكثر من 350 ألف مواطن باتوا يحتاجون إلى علاج طبي من أصحاب الأمراض المزمنة عدا عن الأمراض التي اشتاحت السكان النازحين جراء المجاعة وجراء أيضا الأوبئة التي انتشرت كاللسال والهيباتايتوس والكليرا الآن التي تحتاج بمخاطرها بحياة أطفال قطاع غزة لذلك من المهمية بما كان الاستجابة إلى نداء وزارة الصحة وإلى القطاعات الطبية المختلفة العاملة ولا تزال في قطاع غزة سواء كنقاط طبية أو عيادات أو حتى أماكن لعلاج الجرحة والمرضى وقد رصدنا وفاة العشرات من المواطنين جراء النقص في العلاج وخاصة الأعداد الكبيرة من المصابين الذي منعت قوات الاحتلال إجلائهم أو التي أيضا تكدفت أعدادهم لدى النقاط الطبية في المستشفى المعمداني ومستشفى ناصر لكن دكتور صلاح إذا سمحت لي هؤلاء الذين نتحدث عنهم نحن لا نتحدث عن أحد من فصائل المقاومة نحن لا نتحدث عن عسكريين يحملون السلاح هؤلاء مدنيون عزل يعني كانوا قبل الحرب كل ما يسعهم في حياتهم أنهم كانوا يعني يسعون إلى لقمة عيشهم وبعد الحرب أصبحوا مستهدفين ويقتلون ويبادون ما الذنب الذي اقترفه الشعب الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني البسيط حتى ينكل به بهذه الوحشية من قبل آلة الحرب الإسرائيلية وحتى أخي محمد لو كانوا عسكريين وأصيبوا هناك التزام على عاطق الأطراف المتصارعة بعلاج الجرحة بما في ذلك دولة الاحتلال عليها التزام أن تعالجهم فما بالك بالمدنيين كما ذكرت المدنيين باتوا في عين العاصفة ولا أحد في قطاع غزة إلا مستهدف سواء بالقتل أو المجازر أو التدمير لممتلكاته ومنازله ومحلاته التجاري ومزارعه إضافة إلى النزوح القصري الذي طال كل سكان قطاع غزة تقريبا والذين بعضهم تعرض إلى عملية نزوح متكرر وفي ضل ظروف غاية في القطورة وغاية في اللا إنسانية ولا تزال فصول هذه عمليات النزوح مستمرة إضافة إلى الترويع الذي يحدث بالمدنيين ولذلك كل ما تقوم به دولة الاحتلال هو خارج إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل وانتهاك جسيم يلقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ديدا الاحتلال التنب الوحيد للفلسطينيين هو أن هذا الاحتلال جاء ليستهدفهم ويستهدف المنطقة ولذلك لا خيار أمامهم إلا النضال ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي بهدف إنهاءه وإنهاء معاناتهم الكارثية المستمرة منذ أكثر من 58 عاما من عمر الاحتلال في عام 67 وأكثر من 7 أو 76 عاما من عمر النكب الفلسطينية ولذلك على العالم أن يدرك أن جدر المشكلة كان ولا يزال في بقاء الاحتلال ورفضه الاعتراف في كل قرارات الشرعية الدولية وتنكره لكل قواعد القانون الدولي وتصرفه كدولة مارقة ومعطي نطلق يد قواته وآلته الحربية في الاختصاص والانتقام من المدنيين الفلسطينيين في ذات السياق دكتور صلاح يعني وربما هذا يكون جوهر حديثنا تحديدا آلة القتل الإسرائيلية لا تتوقف عن استهداف المدنيين وعن تدمير البناء التحتية وكذلك عن انتهاك القرارات الدولية وعدم الإنصياع لتطبيقها كذلك نجد الداعم الأكبر لها الولايات المتحدة الأمريكية تساندها حتى ضد قرارات الشرعية الدولية وضد قرارات الجنائية ومحكمة العدل الدولية في ظل هذا المشهد الذي نشهد فيه انحيازا لطرف واحد فقط على حساب شعب كامل ما الذي يفترض أن يفعل؟ هل من حل يمكن أن يجرى ربما يغير هذه السياسة بشكل أو بآخر على الصعيد الدولي على الأقل؟ نعم الحل هو بتغيير ميزان القوى ندرك أن هذا الصعر لا يدور على قاعد الحق وباطل وإنما يدور على قاعد الموزين قوى والولايات المتحدة الأمريكية هي التي وقفت إلى جوار هذا الاحتلال وساهمت بمده بكل أسباب البقاء وإطالة عمره ولولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية ربما لنتهى الاحتلال منذ زمن بعيد وخاصة في ضو تراجع الدول الاستعمارية الأخرى كبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي لا زالت تدعم هذا الكيان المحتل وده تدعمه بالسلاح والدعم السياسي والدعم المالي وبكل أشكال الدعم الذي تبطيه ولذلك لا خيار أمام الفلسطينيين في إطار الحفاظ على حقوقهم الوطنية والحفاظ على القضية الفلسطينية إلا استمرار نضالهم العادل في مواجهة الاحتلال وهم جربوا كل أشكال النضال ولكن بحكم موازين القوى المختلة وحالة منقسام السياسة والضعف العربي وتراجع منظومة العمل الدولي لا زال الفلسطينيين يدفعون سمن هذا الاحتلال وهذه البلطجة وشريعة الغابة الأمريكية الإسرائيلية وهذه الشراكة في جرائم الإبادة الجماعية أوضح مثال على هذا الانحياز السافر وهذه الشراكة الإجرامية في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وجرائم الإدوان وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين ولا زالوا ولكن عزاءنا أن الفلسطينيين يدركون أنهم يدفعون هذا الثمن وإن كان ثمنا فادحا غير مسبوك في التاريخ الإنساني إلا أنهم يدفعونه من أجل كرامتهم وحقوقهم الوطنية المطلوبة ولكن هذا يستلزم لتقصير أمد الإدوان هو تضافر كل الجهود سواء على المستوى الفلسطيني لترتيب البيت الداخل الفلسطيني وأيضا ضمان تفاعل كافة التجمعات الفلسطينية كما ينبغي وفق مبدأ المسؤولية ووحدة الدم والمصير المشترك وتفاعل كل حرار أمتنا العربية والعالم دولا وشعوبا ومؤسسات من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وضمان وقف هذا الأدوان وتدفق المساعدات الجزائية نعم وربما دكتور صلاح يعني هذا الكلام وهذه المحاور التي نتحدث فيها مع حضرتك لن ينتهي الحديث عنها حتى يتنتهي معاناة الشعب الفلسطيني ويتوقف نزيف وسيلان هذا الدم البريء الذي لا ذنب له سوى أنه يتمسك بحقه وبأرضه وبعرضه فحتى ذاك الحين وحتى تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن كل انتهاكاتها بحق هذا الشعب الأعزل سوف نستمر بالحديث والنقاش مع حضرتك ومع كافة المختصين حتى ينال الشعب الفلسطيني هذا الحق الأصيل من القاهرة الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني شكرا لك مشاهدين نهاية تغطيتنا نشكركم على طيب المتابعة صاحبكم فيها محمد رضا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة